صباح الفل يا عام نبيل الحمد لله على سلامتك و ألف سلام عليك الله يسلمك يسلم و أمرك من كل شر أهلاً وسهلاً بحضرتك إحنا عارفين أن حضرتك دلوقتي موجود في وحدة أسطارة القلب ومستني إن شاء الله تدخل تعمل أسطارة على خير عايزة حضرتك تحكيلي عن رحلتك من أول ما أطعت التذكارة لغاية ما وصلنا هنا في الحقيقة دعيني أن أنا بجد أصل سعادتي بوجودي معاكم بالسعادة الوفيرة أولاً وأصف جد سهولة التعامل هنا بصراحة جميل جداً سهولة يسر ليس بوصر أول ما تعبت الحقيقة توجهت إلى هذا المكان الحقيقة وقف جنبي إلى مالة نهاية خصوصاً اللي لوحظ أن التعامل مع زاول همم تعامل جميل جداً في هذا المكان وخاصة طبعاً الإدارة والمقيمين على هذا المكان بصراحة بيتعامل معنا تعامل جميل جداً جداً خاصة أن أنا بخضع لي الإقرار على نفأة الدولة طبعاً تعامل جميل ومختلف الزاعم النبيل ممكن تقول لي هل فيه أماكن مخصصة أنت شفتها أول ما دخلت هنا يعني فيه مثلاً ما بتقفش في طوابير كتير يعني احكي لنا كده الرحلة مشت معاك إزاي؟ بالفعل يا فندم يعني أنا مثلاً يعني حاجز الأسطرة من أيام قليلة جداً جداً وده ما بيكونش موجود في أماكن كتير جداً أنا أنا أعرف أن الحاجز أي شيء في الموضوع دوات بيتطلب الانتظار شهر أو شهرين بالكتير وغدبال حضرتك فكونوا أنهم هيخلوني أن أنا أجي النهاردة وأنا أول مبارح متكلم على موضوع الأسطرة دي حاجة جميلة جداً جداً ده فعلاً بيقضوا على قوائم الانتظار حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية طبعاً طب عامو نبيل عايز أسألك على حاجة أنت عملت أسطرة قبل كده ولا تزيق أو مرة تعمل أسطرة؟ طب وحسيت باختلاف مثلاً يعني المرة الأولى كانت الأجراءات مختلفة والمرة الأولى كنت برضو على نفقة الدولة؟ بالفعل المرة الأولى كنت برضو على نفقة الدولة لكن كان في مكان آخر طب فيه اختلاف بين المكانين؟ بالفعل يا فندم فيه اختلاف بين المكانين ولكن أصلي ما أقدرش أقول حقيقي أنه فيه اختلاف برضو لأني كان المرة الأولين هي كانت تعب مفاجئ وكانت عبارة عن جلطة وانستداد في شرياني تاجي دلوقتي الحمد لله ما فيش أو الأثر بس جلطة بسيطة جداً النهاردة وكانت من قد أي تقريباً يا عملاً؟ يعني 24-5-21 طب قولي في أي رسالة عايز توجهها؟ آه قادر أوجه رسالة أولاً هي رسالتين معلش أنا آسف جداً لإطالة الرسالة الأولى لهذا المكان بجد كل تقدير واحترام وبجد أنا سهيد جداً أنه موجود في مكان زي ده خصوصاً وسط أطباء واستشاريين بجد يعني المكان دوت بيبقى ليه شعار اللي هو الانتقاء من أجل الارتقاء بالفعل بالمرض أو الارتقاء بالمرضة نرسع الرسالة الثانية الحقيقة أريد أن أوجهه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي آه قادر أقول له يا سيادة الرئيس إذا كان عام 1973 أصبح لمصر بفضل قواتنا المسلحة درع وسيف فنحن زاول همم في عهديك يا سيد الرئيس أصبح لنا صوت وكلمة ورأي ومسل يحتز به ليس داخل المجتمع المصري فقط بل داخل العالم بل على مستوى العالم كليه فلك منا كل الشكر الموصول بالإحترام والتقدير نبيل هاشم ألف سلام عليك وربنا قوامك بألف سلام شكرا 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 عن الرحلة وحضرتك يعني مفروض داخل تعمل أسطرة ويمكن وأنا بدردش معيك كده قبل ما نسجل عرفتنا حضرتك يعني تعبان من 2005 أيوة يا خنم أنا مريض قلبي وشرايين من 2005 وثالث مرة أعمل دعمات من 2005 لدلوقتي ثالث مرة أعمل دعمات وربنا يسطروا المرة دي إن شاء الله تكون خير إن شاء الله يا رب إن شاء الله هتكون خير طبعا عايزة أسأل حضرتك أنت من 2005 بتتعالج على نفقة الدولة ولا العلاجة على حساب حضرتك لا على نفقة الدولة من 2005 بس الإجراءات اختلفت من 2005 لدلوقتي يعني الأول مثلا كنت القرار ياخد له شهر شهرين وبعدين أحجز كان وقت كبير يعني إنما الحمد لله المرات دي أنا ما يكملش عشر تيام كان القرار هو الحجز الحمد لله يعني فبفضل التوجهات السيدة الرئيس طبعا ما فيش شك إن الموضوع تطور خالص وبعرف اللي أحزن طبعا هو بفضل طبعا الدكاتة الموجودة الممتازة اللي هنا ما شاء الله طاقم التمريد كلهم ما شاء الله يعني ما فيش بعد كده تعاون بجد اللي حصل بالزبط إن أنا أتعبت جيت هنا كشفت في العيادات الدكتور منضوها الطحان شاف الحالة وقال إنت المفروض إتعمل كذا وكذا إتعمل ضهمات إتعمل أسطرة وضهمات وعملت القرار لأن أنا من غير تأمين فعملت القرار أنا فات الدولة والحمد لله ما فيش كام يوم سبعة أيام كان القرار معبول وتحجس في ثلاث أيام أنا طول الحمد لله وده جاي عمل أول عملية القرار اللي يجعل نفقت الدولة ما خادش من حضرتك أكتر من سبعة أيام آه ما خادش وقت ودي أول مرة صراحة يعني أول مرة يبقى فيه يبقى فيه إنجاز كده طبعا فلت وجهة سيد الرئيس يعني لا مش فاهمة يعني حضرتك أصدق إنه أول مرة القرار ياخد معيك بس سبعة أيام ياخد بس سبعة أيام قبل كده كان بيتحمل في شهرين في شهر ونص وبعدين أعجز وأعجز الدور والدور ده يبدل برضو حوالي شهر شهر كده يعني إنما المرة دي اللهم ملك الحمد يعني على طول سبعة أيام كان الموضوع عده وثلاث أيام كان الموضوع هون أعمل العملية فشكرا لسيد الرئيس والله إن الموضوع فعلا تطور جامد يعني اللهم ملك الحمد طيب عايز أسأل حضرتك فيه أكيد فيه علاج حضرتك بتاخده العلاج برضو ده تحت نفس المظلة يعني برضو على نفعة الدولة أو حضرتك بتشتري بأسعار ما سلامه لا ولا أنا عامل قرار برضو بالعلاج والعلاج برضو على نفعة الدولة وبتصرف لكل عاجل إن شاء الله تبقى دي آخر مرة تدخل فيها المستشفى إن شاء الله يا فندي إن شاء الله بتمنى زلك إن شاء الله ألف سلام عليك شكرا شكرا